أهلا بكم مشاهدينا في برنامج بيت للكل من استيديوهات التلفزيون الأردني في هذا الوقت الأردن تقيم مهرجان جرش وفي هذا الوقت أصرت وزارة الثقافة الأردنية أن يقام هذا المهرجان ككل عام لكن بحالة استثنائية سابقة وحالة تختلف عن باقي السنوات الماضية مهرجان جرش لهذا العام جاء احتفالا أولا بأليوبيل الفضي للدولة الأردنية وتسلم أيضا جلالة الملك لسلطاته الدستورية لنستذكر ونذكر ونؤكد باستمرار المسيرة والإنجاز للدولة الأردنية وعلى الجانب الآخر جاء مهرجان جرش استمرارا للوعد وهذا الوعد وعد الدولة الأردنية بأن تبقى المساند للقضية الفلسطينية ووعد الدولة الأردنية بأن تبقى الشقيقة الأقرب للروح الفلسطينية ووعد الدولة الأردنية باستمرار الوقوف إلى جانب الإخوة الفلسطينيين في غزة وأن نجدد الوعد بأن فلسطين هي للفلسطينيين وإن أرض فلسطين هي الحق بأن يعيش الفلسطيني وأهل غزة بسلام وأمان جاء مهرجان جرش لهذا العام بكل فعالياته دعما لصمود أهلنا في قطاع غزة فهذه هي السيدة الأردنية بمنتجاتها البسيطة تقول ما يأتيني من إيراد من هذا المهرجان ليس لي إنه للطفل الفلسطيني وهذا الشاب الأردني الذي يعمل داخل المهرجان يقول ما يأتيني من جهد هو ليس لي هو لأهلنا في غزة الشعر والكلمة والغناء وجميع الفعاليات في مهرجان جرش بكل محتواها كانت لأهلنا في غزة